اهلا بكم احبائي اعزائي طلبة الصف الثالث وانا التقيكم بدرس جديد من دروس الرياضيات ضمن الفصل السابع في درس الماضي اخذنا بعض تطبيقات قانون المسافة بين النقطتين في المستوي اليوم سنعيد بشكل بسيط هذه التطبيقات وسنأخذ بعض الامثلة لذلك معي عزيز الطالب على اللوحة لنتذكر ما اخذناه من تطبيقات قانون المسافة بين النقطتين نقدر بهذا القانون ان نثبت مجموعة من النقاط فيما اذا كانت هذه النقاط على استقامة واحدة ام لا من التطبيقات الاخرى وهس ان شاء الله اوضح لك ياها من التطبيقات الاخرى اقدر ابني ابين نوع مثلت اذا عندي مثلت اقدر اعرف نوع هذا المثلت حيث معرفة اطوال اضلاع المثلت معرفة اطوال اضلاع المثلت راح تخليني اعرف هل هذا المثلت اذا كلها متساوية اكيد مثلت متساوي الاضلاع واذا ظلعين فقط متساويان فهو متساوي ساقين واذا كان لا مختلف الاطوال فبالتالي فهو مثلت مختلف الاضلاع عزيز الطالب من التطبيقات الاخرى اذا كان عندي مثلت المثلت القائم الزاوي اثبت ان هذا المثلت نعم هو فعلا قائم الزاوية اقدر استفاد ايضا من قانون المسافة بين النقطتين وذلك حسب مبرهنة فيثاغورس حيث ان فيثاغورس تقول الوتر تربيع هذا الوتر مربع الوتر هذا تربيع الوتر لازم يطلع يساوي مجموع مربع الضلعين القائمين هذا الضلع القائم الاول وهذا الضلع القائم الثاني وعليه فان اذا كان يطلع طول الوتر تربيع اذا طلع الناتج مالته يساوي مجموع هذا الضلع تربيع زائد هذا الضلع تربيع فتطبق نظرية فيثاغورس او مبرهنة فيثاغورس وتكون المثلت قائم الزاوية واثبت بأن المثلت قائم الزاوية من التطبيقات الاخرى في هذا الموضوع نقدر نعرف اذا عندي نقاط وعندي دائرة هل هذه النقاط تنتمي الى الدائرة وذلك بايجاد الاطوال مسافة بين النقطة ومركز الدائرة واذا كانت هذه النقاط تساوي نصف القطر فهي تقع على الدائرة اذا كانت اكبر من نصف القطر فهي حتما خارج دائرة واذا كانت اقل من نصف القطر تقع داخل الدائرة او ايضا نفس النقاط اذا مجموعة نقاط اثبت ان هذه تنتمي كلها الى دائرة واحد فيجب أن تكون هذه أنصاف الأقدار كلها متساوية وبالتالي ستكون كلها تنتمي لدائرة واحدة من التطبيقات الأخرى عزيزي الطالب اللي أخذناها إذا عندنا شكل رباعي ورد نثبت أن هذا الشكل هل هو متوازي أضلع أم لا نحن نعرف من خواص متوازي الأضلع يكون الشكل الرباعي متوازي أضلع من خواص عدة ومنها أن كل ظلعين متقابلين كل ظلعين متقابلين كل ظلعين متقابلين هذا الظلع مع هذا الظلع يجب أن يكونون متساوين بالطول وهذا الظلع مع هذا الظلع يجب أن يكونون متساوين بالطول وعليه نجي نطبق قانون طول أربعة مرات قانون طول نطلع هذا الطول ونطلع هذا الطول نطلع هذا الطول ونطلع هذا الطول حتى لو طلعته يعني هذا وهذا واحد مباشرة أنت رح ترسم أكيد رح تعرف هذا وهذا تطلع وبعدين هذا وهذا وتقارن النتاج إذا كانوا فقط اثنين متساوين والاثنين الآخرين مختلفين أكيد الشكل ليس متوازي أضلاع أما إذا كان كل ظلعين متقابلين متساوين بالطول وذول المتقابلين متساوين بالطول فيكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع عزيزي الطالب من التطبيقات الأخرى أيضا نقدر نجد أحيانا طول قطر عندك مركز دائرة وعندك نقاط نقطة واحدة تنتمي إلى الدائرة أقدر أطلع نصف قطر الدائرة جديد وأقدر أطلع طول قطر الدائرة ذا يسأني سؤال ومن أحد التمارين طالب مني طول قطر دائرة فأقدر أطلع من خلال المركز وهذه النقطة تنتمي يطلع نصف القطر ومن حيث تعريف نصف القطر هو المسافة بين المركز والنقاط اللي تكون بعدها متساوي عن هذا المركز وبالتالي إذا ردت القطر فأضربه في اثنين أما إذا كان عندي نقطين نقطين عندي ينتمون للدائرة ويمرون وبحيث هذه النقطين كونه مستقيم يمر بمركز الدائرة فأكيد حتى أقدر إما أطلع نصف القطر في اثنين وأقدر أطلع البعد بين هاتين النقطتين لأن لازم يكون المستقيم هذا الدائرة بني تبس انتبه ولو هذه ملاحظة انتبع علي أنا يقدر أطلع نصف القطر من خلال نقطة وهذه نقطة مركز ونقطة تنتمي هيطلع لي R نصف القطر فأضرب المناتج في اثنين 2R هو رح يطلع للقطر وعليه رح يطلع لي طول القطر إذا عندي نقطة هذه معلومة ونقطة هذه معلومة وبحيث إذا أمد المستقيم يمر هذا المستقيم يمر بمركز الدائرة أو هو يقول لي نهايتاه هو يقول لي قطر دائرة نهايتاه هو ينطيني هاي النهاية وهاي النهاية إذن لازم أعرفين لأن ما معقول ينطيني نقطتين وما يقول لي إما يقول لي قطر أو يقول لي أكيد المستقيم من يرسمي يمر بمركز الدائرة وعليه رح أقدر أطلع باستخدام قانون أي مسافة بين النقطين في المستوي أقدر أطبق عليها قانون الطول عزيز الطالب في الكتاب أمثلة مختلفة بالنسبة لمجموعة نقط على استقامة واحدة موجود عندك مثال سبق إن شرحته في درس ماضي لكن أحب أن أبه عليه ملاحظة بسيطة لهذا المثال أو هذه النقطة هي التالي بالنسبة للنقطة الأولى إثبات مجموعة نقط على استقامة واحدة أول شيء أكيد أول شيء راح نثبت هذه النقاط نثبت النقاط وين نثبت النقاط؟ على المستوي نثبت النقاط على المستوي نثبت النقاط على المستوي وهذا راح يخدم لي عمود أعرف أطلع أي جزء مع أي جزء احتمال ولو يحطيها تسلسل مرتب لكن أنت تأكد أكثر أنه هذا الجزء مع هذا الجزء مع الجزء الكبير لازم مجموع الجزء الكبير أو الكل يساوي مجموع العزاء على مدعو رفصة من نثبت النقاط عزيز طالب رح نطبق القانون ونجي من نطبق القانون ونطلع أطوال الأضلاع لازم نبسط لازم نبسط النواتج حيقول لي واحد أستاذ لي ايش نبسط في المثال اللي موجود عدي قلت لك سبقا شرحناه موجود بالكتاب عدي يطلع طول أحد الأضلاع هو 18 تحت الجذر التربيعي والثاني أيضا الجذر التربيعي الى 18 ويطلع ليه الآخر 72 72 72 على ما أتوقع 72 فلو الطالب يجي يعني يباوع يشوف هذه الأطوال ما يقدر يقول جذر 18 زاء جذر 18 ساوي جذر 22 ما يعرف بإنما لو يبسطها جذر 18 رح تنطيني 9 في 2 وليش اختاري 9 في 2 ابني موت 3 في 6 مثال نعرفه لأنه 9 مربع كامل وأكيد رح يساوي الجذر حسب خواص الجذور اللي أخذناها رح يسر عندي جذر 9 في جذر 2 جذر 9 تساوي 3 مباشرة في جذر 2 تبقى كالاتي نفس الحال هذا رح يطلع لي 3 جذر 2 وال72 عزيز الطالب بدا تلاحظها رح تساوي يعني ما دام أخذت هذا جذر 2 أحاول أخلي هذا أيضا بدلالة 2 فيه وعننا نعرف 72 على 2 يطلع لي 36 وحيكون عندي 36 في 2 أيضا رح يجزع حسب خواص الجذور رح يصير جذر 36 في جذر 2 وجذر 36 مربع كامل تحت الجذر هي 6 وجذر 2 ورح نلاحظ إذا نجمع إذا نجمع 3 جذر 2 مع 3 جذر 2 أكيد رح يطلع لي النتيجة 6 جذر 2 أي أن الكل ساوي مجموع الأجزاء لهذا حبيت أوضح لك ليش نبسط النواتج في موضوع المثلثات المثلث القائم الزاوية شوف هذه ملاحظة ما نحتاج أن نبسط خل تبقى جذر خل تبقى جذر خل نقول أي جذر جذر 5 جذر 6 أي جذر كان حتى لو طلع لي والسبب ليش في موضوع قائم الزاوية ما نحتاج أن نبسط أكثر لأنه رح نربع والتربيع رح شي سوي يأخذ الجذر ويبقى العدد ما يحتاج لتبسيط فهذه ملاحظة أحب الطالب أن يكون يعني انتبه لها وإن شاء الله راح نأخذ مثال بسيط من الأمثلة الموجودة في الكتاب المثال الأول يقول لي بين نوع المثلث من حيث أطوال أضلاعة إذن هذا المثال موجود في الكتاب وأجي أوضح لك يا وابني أي مثال أو أي سؤال في هذا الموضوع هو مجرد تطبيق لقانون المسافة قانون المسافة رمزناه بالرمز D لأنه أول حرف من كلمة distance اللي هي بالإنجليزية المسافة D فدي سمول دي راح يساوي وعرفنا هذا أصلاً القانون اشتقينا من أو وجدنا من تطبيق لمبرهنة فيثاغورس سبق في درس ماضي أخذنا الكياه كل اللي أساوي ابني وعلى مدلة تقولها start x و y وما عرفه قلت لك ابني هذا الهيكل العام هذا الهيكل العام أول شي ثبته طبعاً هو أنت تحفظ إن شاء الله سهل بس قصدي على مدلة يعني تقول start x و y وتربيع وجذر هذا الهيكل العام تحت الجذر التربيعي قوس تربيع زائداً بلان إشارة هنا تبطى أكثر طلاب خطيئة يخطأ في هذه هنا بين القوسين هو عملية جمع أما هنا داخل القوس فهي عملية طرح وحسب الإحداث إذا جان الإحداث الأول موجب يبقى موجب ناقص الإحداث إذا كان موجب أكيد رح يصير سالب لأنه سالب في المن أما إذا كان سالب الإحداث الثاني فأكيد رح يصير سالب رح يصير سالب في السالب يطلع موجب هذا حنشوفه خلال المثال لكن الأهم الشيء للقاعد القانون المسافة هو هذا d يساوي تحت الجذر التربيعي الفرق بين قيم x x2 ناقصاً x1 الفرق بين الإحداثيات السينية الفرق بين الإحداثيات السينية القوس الأول وحنان الفرق بين الإحداثيات الصادية اللي هي y2 ناقصاً y1 أمسح هذه الدائرة أوضحك مثل ما أوضحك فبنت تعرف بأنه تحت جذر التربيعي قوس الفرق بين القراءات السينية تربيع زائداً قوس آخر الفرق بين القراءات الصادية تربيع أكيد ما رح تنسى القانون أبداً كل اللي شرحناه كل اللي قلناه هو مجرد تطبيق هذه النقاط عليمن على هذا القانون بس ونعرف فكرة كل موضوع شنين بالنسبة للمثال الأول ابني بيّن نوع ذي المنطي يشوف أنا تعمدت ابني هناك اكتب لك النقاط واحدة تحت واحدة جواللخ على موضوع تكون عندك سهل تطبق القانون مباشرة ستطبق القانون تطبيق مباشر فإذن لما يد نوع المثالث لازم ش نساوي في الحالة ابني قلنا أوه شي نرسم خل نرسم خل نرسم على السريع عندك ورقة بيانية أكيد ترسم عليها أخرى رح نرسم هنا على مستوي الأحداثي النقطة الأولى 2-4 2-4 قلنا لازم المسافات تكون متساوي أكيد بالرسم هاي 1-2-x وأربعة نصف أربعة موجب نصعد إلى الأعلى أربعة 1-2-3-4 اعتقائهم رح يكون عند هذه النقطة ولتكون هذه النقطة الأولى هي 2-x أربعة هي نقطة أي مسميلي النقطة الثانية بسالب أربعة باثنين سالب أربعة x سالب أربعة إذن معناته بالاتجاه السالب محوركس أربعة وحدات ومثل ما وضحت لك بأنك إذا أنت على ورقة بيانية حتصير المربعات واضحة مقسمة وإذا أنت تسويها أكيد ابني رح تقسم بأقسام متساوية وكل سانتيم إذا تعتبره وحدة واحدة فرح يكون رسمك دقيب سالب أربعة x واثنين موجب صاد الموجب إلى الأعلى 2-1-2 وإلتقائهم أكيد هذه النقطة هي نقطة ب واللي إحداثياتها هي سالب أربعة x واثنين y والنقطة الأخرى هي سالب واحد سالب اثنين النقطة سالب واحد x هذه سالب واحد وسالب اثنين إلى الأسفل y إذن هذه هي النقطة سالب 1X وسالب 2Y هذه النقطة المسمية لها نقطة C 2 4 أول نقطة 2 4 2 4 وسالب 4 ب2 وسالب 1 بسالب 2 هذه النقطة C إذن عزيز الطالب هذا هو المخطط السريع لهذا المثلث ويريد أبين نوع أضلاع هذا المثلث هذا المثلث اللي منطيني رؤوسه وأريد أطلع وأي مثلث آخر تنطبق عليها نفس العملية مجرد أثبتها أطلع أول شيء طول A B إحنا تعلمنا نقول طول A B ما نخلي له قطعة مستقيم ما نقول M طول A B طول أي قطعة مستقيم ورأساً A B معناتها طول قطعة مستقيم A وانهل A وانهل B هذا القانون مالتي هو نفس المسافة هي نفس طول قطعة المستقيم المسافة بين نقطتين هو نفس طول قطعة المستقيم وعليها رح نطبق القانون التالي هنا قانون نكتب بعد من عيده بس مرة واحدة نكتبه إلى الأعلى والباقي كله نقول نطبق X2 شوف بقوا عليه ابني هذه A وهذه B هذه إذا اعتبرناها النقطة الأولى فهذه X1 وهذه Y1 هذه حصير X2 وهذه Y2 X2 ناقص X1 خليتها مقبالي هذه ناقص هذه أكيد رح يصل عدي سالب أربعة ناقص هذه ناقص ما للقانون ناقص اثنين الاثنين موجبة فتبقى سالب اثنين هنا والكل تربيع زائدا Y2 شوف هنا هاي Y2 وهاي Y1 خليتها واحدة تحت لقانون أعرف اشأسوي اثنين Y2 اثنين ناقصا أربعة والكل تربيع عزيز الطالب لربما أحد الطالب يسأل يقول استاذ إذا أنا بالعكس سميت هاي X1 Y1 أي هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية نقول لها لا تخاف ما يطلع نفس الجواب السبب لأنه عندك هنا شي يطلع ابنها شنو عندك ابني هنا عندك تربيع وحن نعرف إذا كان سالب في سالب فراح يطلع لي موجب وإذا موجب في موجب أكيد رح يطلع موجب فما أخاف لكن على العموم A B هاي النقطة والله هي نقطة الثانية هاي سميتها X2 Y2 هاي X1 Y1 الفرق بين الأكسات وهنا هنا الفرق بين الصادات عزيز الطالب هنا رح يطلع الناتج مباشرة سالب 6 تربيع جذر تربيعي سالب 6 تربيع زائد هنا شيطلع لي 2 ناقص 4 أكيد سالب 2 تربيع ويطلع لي الجواب 36 و 30 زائد 4 ويساوي النتيجة تطلع لي 36 و 40 جذر الأربعي هنا أحيانا أحتاج أبسطها وفي أحيان أخرى لا أحتاج أبسطها إذا أبسطتها وما أبسطها حشوك أبسط لك يا هنانا شرح أحصي عندي هنا الأربعين جاي من 4 في 10 فأقدر أسويها 4 في 10 تحت الجذر التربيعي ويطلع هذا مثل ما نعرف عزيز الطالب فالأربع مربع كامل إذا رح أحصي عندي 2 جذر 10 لأنه 4 في 10 40 الأربع مربع كامل تحت الجذر 2 تطلع في جذر 10 هذا طول أيبي إذا أطلع طول أيبي طلعنا خلنا نطلع أي سي مثلا أي سي أي سي شي ساوي طول أي سي أيضا نطبق عليه القانون أعلى هالمرة هذه أي وأمسح هذه النقاط وهذه هي سي رح أعتبرها أكس 2 واي 2 الفرق بين السينات ابني سالب واحد من هو سالب واحد؟ هي أكس 2 لأن أي سي سالب واحد ناقص ما هو القانون كتبت ناقص ما القانون أول مرة اكس وان جقد اثنيا بما أنها موجبة رح تبقى اثنيا والكل تربيع زائدا أكيد ابني احنا نعرف هذا الهيكل العام رح يبقى ثابت بس مجرد تعويض هذه القيم واي 2 واي 2 سالب اثنين واي 2 لأن سميت سي هي النقطة الثانية واي 2 سالب حدثيها سالب اثنين ناقص ناقص ما للقانون واي 1 واي 1 هي أربعة واذا ألاحظ مجرد تبسيط سالب واحد وسالب اثنين يطلع لي سالب ثلاثة تربيع زائدا سالب اثنين وسالب اربعة يطلع لي سالب ستة تربيع ويساوي سالب ثلاثة تربيع اكيد تسعة وسالب هنا ستة تربيع رح يطلع لي ستة وثلاثين فصيل زائد ستة وثلاثين ثلاثين ستة وثلاثين ويطلع لي الجواب خمسة وأربعين تحت الجذر التربيعي أقدر أبسطها وأقدر أبقيها بحالها لأنه هنا حنشوف حنشوفك أنه نشوف جذر خمسة واربعين حتى بسطت أو ما بسطت هنا يختلف عن من؟ عن جذر أربعين جذر خمسة واربعين جذر أربعين أكيد رح يختلف النتيجة معنا تسعة في خمسة أقدر أسويها وثلاثة جذر خمسة إذا أبسط وهنان أطلع آخر شيء بقضلع واحد A-B طلعت A-C طلعت بقى B-C طلعت A-B وطلعت A-C بقى فقط B-C هذه B-C واتبه على اللوحة عسيزي الطالب شنون راح أطلع وطبق القانون نفسه مجرد تعويض بالأعداد لا أكثر ولا أقل هذا رح أمسح هذه لما أحتاجها رح أعتبر B-C رح أعتبر هذه النقطة هي X-1 وهذه Y-1 وهذه النقطة B-C النقطة الثانية في هذه الحالة لهذا الطول رح مجرد قلت لك أنا تعمت تكتب لك إياها وحدة تحت الأخرى على مد يعني نظل تباوع منا وتباوع منا لا قبال عينك تصير الأرقام وتقدر تطبقها X-2 X-2 سالب واحد ابني ناقص مال القانون هنا أنا الملاحظة اللي أحبيت أوضح لك إياها هنا عندي ناقص هذا مال القانون مالتي بس X-1 X-2 X-1 سالب أربعة زي إذا إما أسوي هالشكل سالب أربعة هالشكل بقوس داخلي وعني أضرب أو مباشرة سالب في السالب بيش تطيني ابني سالب في السالب رأسي تطيني موجب زائد أربعة وعرفني إيش صارت زائد أربعة لأن هي ناقص مال القانون وقيمة العفو نعم الإحداثي السيني هنانا عندي أو المسقط الأول هو سالب أربعة وسالب في السالب بنطاني موجب أربعة بالنسبة لأن الفرق بين الصادات رح يصير عندي Y-2 Y-2 هي ناقص اثنين ناقص مال القانون ناقص جد ابني هنا موجب اثنين موجب في السالب رح تبقى اثنين اثنين واش يطلع للجواب رح يطلع للجواب كالآتي أعيد مرة ثانية هذه النقطة ابني بيسي بيسي شرح تطلع لي بيسي سالب واحد زائد أربعة سالب واحد زائد أربعة وهذه شرح تطلع لدي هنا ناقص اثنين ناقص اثنين هنا شرح يصير عندي هنا ابني بيس بقى ناقصا واحد زائد أربعة أكيد شرح يصير عندي هنا موجة بثلاثة تربيع زائد واكتب زائد سالب اثنين ناقص اثنين وناقص اثنين اعلم طلابي يعني ولو بالتسهيل السهولة فقط مجال انه اقول لي يعني ولو انت عنده قواعد لكن الجواب انت منشوف ناقص كأنما مطلوب ولا مطلوب الفين او مطلوب اثنين ومطلوب اثنين مطلوب اربعة على مد شوية يعني يوصل بسهولة للجواب بس عنده ناقص اربعة ناقص 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 اربعة تربيع اش رح يسعدي هنا ناقص اربعة تربيع اكيد عزيز الطالب رح اذا اكمل لك اهنان اكمل لك الخطوة هذه اكمل لك الخطوة هنا ثلاثة تربيع طبعا احط هذا عندي منو هذا عندي هذا هذا هو منو هذا اللي هو بي سي هذا اللي داع طلع هو طول الضلع بي سي بي سي شرح يساوي الفوقة ها نعم الفوقة ها نعم ابني انتبه هنا هذا التطبيق الى بي سي بي سي رح تساوي هذا اللي اخذنا بي سي فرق بين السينات تربيع زائد الفرق بين الصعدات تربيع وهذا بي سي رح يساوي لثلاثة تربيع زائدا سالب أربعة تربيع هسا هنا نكمل بي سي رح تساوي تحت الجذر التربيعي ثلاثة تربيع هي أبلي تسعة وزائدا هنا سالب أربعة تربيع يعني سالب أربعة في سالب أربعة موجب 16 ويطلع لي الجواب 20 25 تحت الجذر الأكيد إذا أبسطه أو ما أبسطه فهو يطلع لي خمس المربع كامل خمس وحدات نحن نلاحظ عزيزي من ملاحظة النتاجة اللي عندي 2 جذر 10 أو جذر الأربعين أخذ الكياب لون آخر مغاير ألم تنتبع النتائج طلعت لي طلع لي أي سي شك طلع لي ابني أي بي طلع لي جذر الأربعين أو حتى لو تأخذ 2 جذر 10 أي سي شطلعت لي جذر 45 طلعت لي هذه النتيجة الثانية حتى لو تأخذ 3 جذر 5 أما النتيجة الثالثة فهي 5 أو جذر 25 حتى أقول جذر 25 أو أقول أبسط الخمسة لاحظ القيم جذر 25 لا تساوي جذر 45 ولا يساويان جذر الأربعين فطلعت الأطوال مختلفة إذن شنقول هذر الأطوال المختلفة هذا المثلث شيكون بما أنه بما أنه أي بي لا يساوي طول منوة أي سي ولا يساوي طول منوة الآخر اللي هو بي سي إذن المثلث شنو نوعه من حسب أطوال أطلاع المثلث إذن المثلث مختلف الأطلاع عزيزي الطالب هذا مثال صحيح أنه طبقناه على مثلث بس على أي تطبيق أي تطبيق من التطبيقات الأخرى رح يكون هو مجرد تطبيق قانون المسافة وحسب خواص فمثال هذا أقدر أطبقه حتى لو كان لو كان رجل طلع حسن خلي نقول نصف قطر دائرة ما رح يفرق لي هذا نفرض هذا المركز وهذه هي دائرة نفرض أنه هذه عندي دائرة خلي أرسم الدائرة أولاً نفرض أنه هذه عندي دائرة وهذا عندي مركز وهذا عندي نقطة تنتمي إليه وريطلع قانون أريد أطلع عفو نصف القطر نصف القطر هو مسافة بين النقطين فإذا كان طول نصف قطر وإذا كان طول ضلع فيه مثلث هي القانون ثابت وإذا كان قطر فيه وإذا كان قطر فيه مستطيل أي 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 مسافة بين النقطين هو يطبق عليه تطبيق مباشر لكن يبقى لكل السؤال إلى خواصة وشروطة أطيك بما توقع من الوقت أطيك بني بس فكرة المثال الثاني بين أنه رؤوس هذا المثلث بين أنه رؤوسه هي شنوة أو رؤوسه هذه منطينيها أنه هذا المثلث قائم الزاوي أكيد منه رح نرسم رح نرسم الرسم إذا طلع لي إذا طلع لي مربع شوف القائم وين قائم ليكن القائم بهذا الشكل ولتكن هذه أي ولتكن هذه بي هذه بس لتوضيح فقط وهذه سي وليكن قائم في سي إذا طلع لي هذا طول هذا الطول مالتل الأول تربيع هذا طول تربيع يساوي هذا تربيع زائداً هذا الضلع تربيع إذن يكون الشكل حققت مبرهن في ثاغورس ويكون الشكل شي يكون الشكل يكون مثلث قائم الزاوي هنا تبقى بس ملاحظة صغيرة بسيطة لهذا المثال أو هي شي أمثلة من نرسم قائم الزاوية ماكو داعي تبسط ليش ماكو داعي بني تبسط لأنه عندك تربيع راح هو التربيع شي يصير يأخذ الجذر وتطلع النتائج كام أعزائي الطلبة بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أن ألتقيكم بدروس قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر